نادي الأهلي نادي الأهلي قعدنا يمكن 11 سنة تقريبا ما خدناش دواء والحقيقة مر علينا في الفترات دي مدربين كتير ومر كمان لعيبة ولم يوفقوا وصفقات كتيرة جات وراحت والحقيقة كان يعني ما كناش بنوفق في النادي الأهلي ان احنا نحصل على بطولة الدور في موسم 2012 2011-2012 تعاقد النادي الأهلي مع احد اللعيبة التوانسة كان في الوقت ده كان لعيب منتخب تونس وكان منتخب تونس تأهل لأولمبياد لندن 2012 في سابقة الحقيقة كانت صعبة جدا وكان حدث كبير ان تونس كانت مفاجأة للكل ان تونس تتأهل على حساب أنجوليا لأولمبياد وكان ساعتها لأولمبياد اللي بيتأهل الأول ومازال ساعتها ومازال اللي بيتأهل هو أول أفريقيا فقط تونس في هذا الوقت وكان أفضل لعب فيها أنا فاكر كويس قوي كان أمين روزي كان بيلعب مركز أربعة بوزيشان فور سمول فورورد وكان بيلعب كمان يعني مركز ثلاثة سمول فورورد وكان بيلعب كمان سندر تحت الحلقة مركز أربعة فكان بيلعب مركزين وكان في الوقت ده يعني كابتن أشهر توفيق الموديل فني في وقتها كان محتاج في هذا المركز لعب بالمواصفات دي فلما تفرجنا على تونس كلنا كابتن أشهر توفيق اتفق مع أمين روزي ومضى معه أمين روزي جي لعب في النادي الأهلي تقريبا ثلاث سنوات على ما أفتكر السنة الأولى مجيه على طور خدنا كأس مصر السنة اللي بعدها 2013 خدنا أو حصلنا على لقب الدوري وكان بعد غياب 11 سنة عن النادي الأهلي فالحقيقة أمين روزي اللي بتكلم عنه النهاردة وضفنا النهاردة اللي هيكون في النصف الثاني لاعب من اللعيبة التوانسة اللي كان ليهم دور كبير مع النادي الأهلي مش كده بس نقل لنادي الأهلي روح تونس كان وقتها تونس أفضل بكثير كمنتخب من منتخب مصر وجيل ده يعني يعني جيل التونسي في الوقت ده كان يعني زي ما تقوله متسايد أفريقيا وجاء من بعيد جدا منتخب تونس يعني منتخب تونس كنا دايما بنكسبه ست سبع سنوات متسايد القرى الأفريقية هيكون ضفنا أمين طب أمين موجود في القاهرة بيعمل إيه أمين جاي مدرب عام لمنتخب تونس اللي بيلعب النهاردة البطولة العربية أو كان أول مبارياته النهاردة في البطولة العربية في القاهرة اللي بتقام على أستاذ القاهرة وهنتكلم عنها ويمكن تونس لعبة أول مباراة النهاردة وأمين جاي لنا تاني ماتش أنا آسف ده تاني يوم انبارح كان الإمارات النهاردة كان تاني ماتش أمين رزي جاي لنا بعد مباراكة عنده الساعة أربعة ونص أو أربعة أربعة ونص وخلص وجاي على هنا إن شاء الله وكسبه المغرب وهيكون ضفنا النهاردة هنتكلم عن معان كل حاجة هنتكلم معان يعني قصة انضمام النادي الأهلي فترة إقامته في النادي الأهلي واللي لمسه في النادي الأهلي هو دايما المتابع لكل مباراة النادي الأهلي حتى الآن هنتكلم معاه ودايما اللعبة التونسة على رأسهم دلوقتي علي معلول ليهم يعني معزة كبيرة داخل قلوب كل جماهير النادي الأهلي نحن لأخبار